الحقيقة المحمدية وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره ووجه شعت منه الأسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطروا وما كتبوا وما رسموا حين نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد أن خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الأشياء منها ولا بد أن نعرف من أن الحقيقة المحمدية من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفرا لأنها أساسا لم تكن موجودة لأنها أساسا كانت صفرا وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمة بعد ذلك وجدت هذه المقامات لابد أن تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم فيما تقدم في الحلقات الماضية من أن قاعدتين لابد أن ننظر إليهما دائما ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية حفظ المقامات فلابد أن تحفظ المقامات وإلا فإننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلاة إلى ما قادهم من السبائية والخطابية والبيانية والنصيرية إلى 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 هذه عملية هذه الخبط والخلط بسبب الجهل المشكلة الأولى والأخيرة في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس إلى جهال فإن الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون أئمة لهم ويعبثون بهم شر عبث هذا هو الذي فعله الغلاة بأتباعهم على مر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وآل محمد ربما يعرفون أشياء أخرى يفقهون دين سقيفة بني ساعدة لكنهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد ومن هنا أوقعون في الضلالة والمتاهة وإلى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات أمير المؤمنين في خطبه وأحاديثه تخبر الشيعة في زمان الغيبة من أن تيههم سيكون أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأتينا مرجع فيعبث بنا إلى أن يموت وتتخلص الشيعة من يأتينا مرجع آخر كي يعبث بنا مرة أخرى ومن عبث إلى عبث ومن ضلالة إلى ضلالة والأمر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقة الديخية تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم وفلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريح على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مسرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمة نضرب بها على الأرض فرحا هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون أغطية من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثل ما يقول باع الرقي شرط السجين هذا شرط السجين على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظة واحدة وبعد ذلك أقرأ الحديث بين أيديكم مثلما الحقيقة المحمدية تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه أوجدها أوجدها بأعظم عظمته وأحبها إلى الحد الذي استقر وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغوية فقط أما أغوارها الحقيقية بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي 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 هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرآنه في سورة النور مثل المشكات ومثل المصباح والشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضي 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 ولو لم تمسسه نار الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرآنه هذه ما هي برواية حتى تجد طريقا إلى تكذيبها يكاد زيتها يضي يضي تلك الشجرة وتلك المشكات وذلك المصباح وتلك الحقيقة التي هي نور على نور يكاد زيتها يضي يكاد من أفعال المقاربة فإن الآية هكذا تريد أن تقول لنا إن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ولعظمتها ولأنها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولأن القدرة الإلهية بتمامها تجلت فيها فكأنها توجد بنفسها تكاد أن توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضي ولو لم تمسس نار إنها نار القدرة الإلهية ونار الجبروت الإلهي فهذا الزيت يكاد أن يضيء من عند نفسه لماذا لعظمة هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر أن يشرق أن يشرق نورا فلأن الله أودع كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكر فعل المقاربة يكاد يكاد يعني أن ذلك ليس موجودا في الواقع ولكن هذه التعابير تريد أن تشعرنا بعظمتي وعلوي وجلالي وسبحانيتي هذه الحقيقة المقدسة إنها الحقيقة المحمدية العظمى فمثل ما قلت لكم تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لماذا لأنها كانت صفرا كانت مسبوقة بالعدم ولكنها بتعبير القرآن بحسبه سبحانه وتعالى لأنه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقة المحمدية وهذا معنى الركن الثاني من أركان التوحيد وهو التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران نذهب إلى فاصل